لسه بنتكلم عن أنواع النسك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران بيّنت لكم قبل الفاصل التمتع هيجي يعمل عمرة هيطوف يسعى يحلق يقصر يتحلل يوم تمانية يلبس الإحرام يطلع على التروية أو يطلع على عرفة مباشرة عليه تاني طواف سعي للحج يبقى المتمتع هيطوف يسعى للعمرة ويطوف يسعى للحج المفرد هيطوف يسعى أول ما ييجي طواف القدوم مع سعي الحج وبعدين يظل على إحرامه إلى أن يذهب إلى عرفة وينزل من عرفة المزدلفة ويرمي جمرة العقبة الكبرى بعد كده يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سع لأنه سعى مرة وحدة المفرد عليه سعي واحد القارن اللي هو القران بقى هيجي يطوف بالكعبة المشرفة ويسعى بالكعبة المشرفة طواف الأولا اسم القدوم والسعي اسم سعي الحج ركن لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف طب وبعدين هيطلع على منا وعلى عرفة وبعدين يبد بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة الكبرى وبقي عليه طواف الإفاضة وليس عليه سعي أولتاني وأوضح المتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج المفرد عليه طواف للقدوم وسعي واحد إما يعمل السعي مع طواف القدوم أو يأخر السعي مع طواف الإفاضة القارن عليه سعي واحد يجي يعمل طواف القدوم ويسعى سعي الحج وبعد كده يجي يعمل طواف الإفاضة وإن كان سعى فليس عليه سعي آخر طب يا عم الشيخ جيت متأخر يوم عرفة دخلت مكة يوم عرفة وما عنديش وقت أطوف طواف القدوم بإحرامك على عرفة وتنزل من عرفة الطوف وتسعة طيب جي متمتع والوقت دخل علي جي إيه؟ جي متمتع والوقت دخل علي طيب يا عم الشيخ وصلت مكة يوم تمانية ينفع أغير النية خليها قران ينفع بس عليك إيه؟ عليك في هذه الحالة دم طيب يا عم الشيخ جيت قارن والوقت قدامي طويل جيت يوم خمسة مش هقدر أعد بالإحرام ينفع غير النية خليها تمتع ينفع يعمل العمر وتحلل وبعدين يحرم تاني للحج وعليك دم يبقى الفرق تاني بين الإفراد والتمتع والقران إن المفرد عليه سعي واحد المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج القارن عليه سعي واحد طيب المفرد عليه دم لا ليس عليه دم المتمتع والقارن عليهما دم ليه؟ لأن المتمتع عم العمر وبعدها حج والقارن قارن العمرة مع الحج ربنا يقول في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي عليه ذبح شاه؟ طيب المتمتع والقارن بش معاهم يذبح شاه؟ نقول له ربنا قال لك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هتصوم ثلاثة أيام في الحج أصومهم إمتى؟ لأنه هرجع يوم 14 زلحج آمه في هذه الحالة ينفع أنك تصوم أيام التشريق عد يوم العيد صوم 11 و 12 و 13 ثلاثة أيام ولما تعود إلى أهلك إن شاء الله تكمل بقية الأيام طيب قاعد ليوم عشرين زلحجة عد أيام التشريق وصوم ثلاثة أيام وبعد كده لما ترجع لأهلك تكمل هذا فرق بين الإفراد والتمتع والقران بينته لحضراتكم وبعد كده إن شاء الله هنفصل بقى أركان الحج أعمل إيه في الحج وإيه الحاجة التي لا تقبر بدم وإيه اللي ممكن يقبر بدم نتكلم بعد كده عن الأركان وعن الواجبات ونتكلم عن سنن الإحرام وعن محظورات الإحرام وسنن الطواف ومحظورات الطواف وسنن السعي وإيه اللي ما اعملوش في السعي نبين هذا إن شاء الله في الحلقات المقبلة سألوا الله أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام اللهم أمير